الحمد لله الذي أنسل على عبده الكذاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحا لأن لهم أجرا حسنا ماكذين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض سينة لها لنبلوهم أيهم عوصا وعملا وإنا نجعلون ما عليها صعيدا جرسا أم حسبت أن أصحاب الكاف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أولوا الفتياد إلى الكاف فقولوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قم ربنا على آذانهم في الكاف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أرصى لما لبثوا أملا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزرناهم هلا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لذن ندعو من دونه إلها نقلقنا إذا شططا هؤلاء قامنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يغتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتروا على الله كذبا وإذ يعتزل دموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكاف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهي لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طرعا تزاوروا على الكافهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجود منه ذلك من آية الله من يغذي الله فهو الموتن ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم إيقاظا وهم رقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط لراعيه بالوسيل لو يطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرعت منهم رعبا وكذلك ابعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثهم قولوا لبثنا يوما أو بعض يوم قولوا ربكم أعلم بما لبثهم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليطلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إيظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا فكذلك أعذرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يدنا سعون بينهم أمرهم يقولوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غنبوا على أمرهم لننتخذن عليهم مسدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سالسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعددهم ما يعلمهم إلا قنين فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستغل فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من قذاب ربك لا مبندل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم دريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا وقل الحنق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتلنا للظالمين نارا أحض بهم سرانقها وإن يستغيثوا يغادوا بما إلك المهل يشوي الوجوه بئث الشرام وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نذيع أجر من أرسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تعديم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويربسون ذيابا خضرا من سلس واستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الذواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جندين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجندين آتت أقنها ولم تضرب منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحافره أنا أكثر منك مالا وعنز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسي قال ما أظن أن تبي لهذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئر ولدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له ساحبه وهو يحاوره أكبرت بالذين خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إن دخلت جندك قلت ما شاء الله لا قود إلا بالله إن ترضعنا قل منك مالا وولدا فأسى ربي أن يؤدي لي خيرا من جندك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح مامها قمرا فلن تستطيع له طلبا ويحيط بثمره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وأن يقاو يد على حروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له بياد ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ونالك الولا يد لله الحق هو خير زوابا وخير أقبا واضرب لهم مثل الحياة للدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تنروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون سينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ذوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا وحشرنا وبل ابن غادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا نقل جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل سعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكذاب فدرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكذاب لا يغادر سغيرة ولا كبيرة إلا أرصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قل قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أبدا اتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بإرسل الظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المذلين عددا ويوم يقولوا نادوا شركاء الذين سعمتم فلعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقنا صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جللا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هسوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأورد عنها ونسي ما قلمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكندا أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يغتنوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم مما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئدا وتلك القراء أغلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعدا وإذ قال موسى لبدأه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمذي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوسا قال لفتاواتنا قداءنا لقل لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السخرد فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فاردنا على آثاني ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رمدا من علدنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن انتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أوذذلك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خلقها قال أخلقتها لدورق أهلها لقل جهد شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا نقيا غلاما فقتله قالا قتلت نفسا سكية بغير نفس نقل جهد شيئا نكرا قالا لم أقل لك لئرك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سعادك عن شيء بعدها فلا تساحبني قل بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أغنقرية استطعما أغنها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شهد لنت قلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرنت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وأما الغلام فكان أبواهم منين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه سكادا وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت عده كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأرد ربك أن يبلغ آش لهما ويستخرج كنزهما رحمدا من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا بله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مضع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقل أحظنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السندين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقمون قولا قولوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج ممسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قول ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني سبر الحليل حتى إذا سوا بين الصلفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قناتني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قول هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله لكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعدلنا جهنم للكافرين نزلا قل ها ننبيكم في الأقصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يرسبون أنهم يرسلون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقائه فحفظت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وانتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفل كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعمالة ربه أحدا سلام ربا للرحيم الحمد لله رب العالمين الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وذورا وغدا ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهر واجعله لنا حجدا يا رب العالمين واكتب اللهم السلامة والعافية والصحة لنا وعلى عبادك المسافرين والمقيمين في البر والبحر من المسلمين وقنا وإياهم شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا يا ربنا منك بخير برحمدك يا أرحم الراحمين وصل الله على نبينا محمد وآله وصمه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وConنا على المرسلين وشراء في وقبل ومع تخرجسة في بلد الإ dough وعنان و Collins اشتركوا في القناة